اعطى الاتحاد الافريقي لكرة القدم مهل اجديدة لفريق الوداد الرياضي لارسال لائحته الافريقي احد السابع من شتنبر المقبل بسبب التزامه بخوض نهائي السابع الافريقي في العاشر من الشهر ذاته ضد فريق النهضة البركانية بدلا من ارسال اللوائح قبل 22 غشت الجاري على اعتبار ان الناديان يخوضان النهائي الافريقي في شهر شتنبر المقبل وفي خبر اخر اشهد الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتألق حارس مرمى الوداد الرياضي ريدة تاجنوتي المذهل امام الاهل المصري في نهائي دوره الابطال بعد الاداء المتميز الذي قدمه مع فريقه خلال الدوري وحصد الوداد الرياضي للمرة التالية في تاريخه النسخة الماضية من دور ابطال افريقيا بعد الفوز فعلى الاهل المصري بهدفين دون مقابل بفضل حفاظ تاجنوتي على انظافة شباكه حتى التتويج باللقب القهري ونشر الكاف عبر تويتر تصدي تاجنوتي الرائع امام الاهل المصري بتعليق تصدي حارس مرمى الوداد الرياضي احمد ريدة تاجنوتي المذهل امام الاهل في نهائي دور ابطال افريقيا 2021-2022 قفاز من ذهب اقدم محامي الكونغو لقيم بنزا المهاجم السابق لفريق الوداد الرياضي والملتحق بالطائل السعودي على مراسلة ادارة الوداد الرياضي للمطالبة بصرف مستحقات موكله المالية العالقة بدمة النادي كفشفت جريدة الاحداث المغربية في عددها الصادر يوم الجمعة ان فريق الوداد الرياضي بات مهدد مجددا بالدخول في نزاع جديد مع الفيفا بسبب جيم بنزا الذي طالب بصرف مستحقاته المالية العالقة بدمة النادي والمتمثلة في منحتي التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا والبطولة ومنحة هداف البطولة اذ توزى بحداء الدهبي برصيد 16 هدف متفوقا على القابوني اكسيل مايي مهاجم اتحاد طنجا ب12 هدف واوضحت الصحيفة ذاتها ان فريق رويال انتويرب البلجيكي هدد بجر الوداد الرياضي للجنة النزاعات التابعة للفيفا في حال عدم حصوله خلال الايام القليلة المقبلة على مبلغ 300 مليون سنتيم اذ ان نصفه يمثل مبلغ اعارة بنزا للوداد والنصف الثاني تمثل منحة الخاصة لفريق البلجيكي بعد التويج الوداد الرياضي بلقبية البطولة والعصبة اجريت قرعة الدوري المغربي لموسم 2022-2023 يوم الجمعة بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة وتقرر ان تنطلق مباريات الجولة الاولى من الدوري المغربي في الثاني من شهر شتنبر المقبل لسنة 2022 وستجرى مباراة الديربي بين فريق الوداد الرياضي والرجاء في الجولة السادسة فيما ستجرى مباراة الاياب ضمن الجولة الواحد والعشرين من البطولة وغالبا ما تعرف مباراة الديربي متابعة جماهيرية واعلامية كبيرة لذلك كان يتم اقرار مباراة الديربي في الجولة العاشرة والجولة الخامس والعشرين بالنسبة للذهاب والاياب على التوالي وكان عبسلام بلقشور رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم قد اكد ان النسخة المقبلة ستعرف تغييرات جديدة اعربت الجماهير وصفحات المساندة لفريق الوداد الرياضي في شبكات التواصل الاجتماعي عن رفضها التام التعاقد المحتمل مع محمود بن حليب المهاجم السابق لفريق الرجاء الرياضي من اجل انضمام لفريق الوداد خلال المركات والجاري وطالب مشجع الوداد الرياضي رئيس النادي الى استبعاد هذه الفكرة فكرة التعاقد مع بن حليب اذ كان تم طرحها من الاساس واشاروا الى ان المهاجم السابق للرجاء الرياضي يمثل نقيض لقيم النادي الاحمر ولا يمكنه تقديم اي اضافة للفريق ويعارض جمهور الوداد الرياضي تعاقد فريقه مع بن حليب مبررين موقفهم بتجارب سابقة فاشلة للاخير مع لاعبي الرجويين مستشهدين بصفقات المهتدي وزكريا الهاشمي والى جانب السبب المذكور ذكرت الجماهير الودادية رئيس فريقها بواقعة الفيديو الذي كان تم تداوله قبل خمس سنوات في مواقع تواصل الاجتماعي وظهر فيه بن حليب يسب الجماهير الودادية حيث تم ايقافها انذاك من طرف لجنة الاخلاقيات التابعة للجامعة الملكية لمبارتين نفدتين وغرامته لمبلغ مالي قدره 20 الف درهم يعتزم سعيد الناصر رئيس فريق الوداد الرياضي تكريم مدربه السابق وليد الرقراغي ويرتقي بالناصري عودة الحسين عموتة المدرب الجديد لفريق الوداد الرياضي من النمسا حيث يشارك مع المنتخب المحلي في بطولة ودية وذلك لعقد مؤتمر صحفي لتقديمه مديرا فنيا جديدا للنادي وعلمنا ان الناصري قرر اعداد تكريم خاص للرقراغي الذي قاد الفريق للتنائية التاريخية الموسم المنصرم بعد التتويج بلقبي دور ابطال افريقيا والبطولة على التوالي وقالت مصادر منطلعة ان التكريم سيرافقه تقديم تذكار للرقراغي وحسم ملف مستحقاتها العالقة بالكامل مع توجيه خطاب شكر لها ورزحت المصادر ذاتها ان يحضر الرقراغي بتكريم خاص من روابط انصار الوداد الرياضي قبل السوبر الافريقي الذي سيزمع بين الوداد وبركان في الشهر المقبل يوم عشر على احد الملعب المغربية قررت ادارة فريق الوداد الرياضي المشاركة في الدور انتيفية المقرر في مدينتي وجدة وبركان بلاعبي فريق الوداد الرياضي من فريقي الامل وكذلك بعض لعبي الاساسيين وعمد الحسين عموتة المدرب الجديد لفريق الوداد الرياضي الى اعفاء بعض لعبين الاساسيين وبعض الوافدين الجدد على النادي في المشاركة في هذا الدور وتسعى ادارة النادي الاحمر التي يغيب عنها المدرب عموتة الذي سافر رفقة المنتخب المغربي للنمسا من خلال هذا الاجراء الى اختبار بعض لعبين الشباب والوقوف على مستواهم لاختيار المتميزين ويرغب مدرب الوداد الرياضي ايضا في منح الفرصة لبعض اللاعبي الاساسيين لفرض وجودهم في الفريق وستجرى مباريات الدور انتيفي يوم الاحد والاربعاء والسبت في 21-24 ثم 27 غشت الحالي بمدن السعيدية وجدة وبركان وذلك بمشاركة اربع فرق يتعلق الامر بكل من الوداد الرياضي النهضة البركانية المولودية الوجدية والفريق المنظم لهذه النسخة الراسينغ البيضاوي وستتميز هذه الدورة بموازهة قوية تزمع بين الوداد والنهضة البركانية في بروفا تزمع الطرفين قبل السوبر الافريقي الذي سيحتضنه المغرب في العاصر من شتنبر المقبل طلب الحسين عموتة المدرب الجديد لفريق الوداد الرياضي من ادارة النادي الاحمر بضرورة تعزيز صفوف النادي بلاعبين جدد خلال المركات الصيفي الجاري وفق ما افادت صحيفة الصباح واحدد الحسين عموتة مراكز الخصاص في الظاهير الايمن ومدافع اوسط ثم مهاجمين وطالب بالتعاقد معهم خلال فترة انتقالة صيفي الجارية واوضحت صحيفة ذاتها ان الوداد الرياضي يفاوض حارس مرمى ينشط ببطولة القسم الثاني وقلب هجوم كونغولي واقترب من حسمهما وفق ذات المصدر يذكر ان فريق الوداد الرياضي الى حدود الساعة نجح في التعاقد مع عدة لاعبين من ابرزهم محمد اونجم حميد احداد والمدافع الجزائري عماد الدين ابو بكر وكذلك اسماعيل المترجي من فريق شباب المحمدية اشتركوا في القناة